لم تستطع الثلاثون عاماً أن تخفف من الغصة المريرة التي خلفتها مجزرة عام 1988 في نفوس الإيرانيين شوارع عشرين عاصمة ومدينة رئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية تترقب اليوم تظاهرات لإحياء الذكرى الثلاثين على ما أسمتها المعارضة الإيرانية بالإبادة الجماعية ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أطلقوا هاشتاغ مجزرة 1988 لتذكر أحداث الواقعة التي باتت إحدى أكبر جرائم التصفية السياسية في إيران حيث بدأت أحداث المجزرة التي عرفت بتطهير السجون الإيرانية منذ مطلع عام 1988 لتستمر إلى خمسة أشهر متواصلة أعدما فيها نحو ثلاثين ألف سجين سياسي الأمر الذي ترتب عليه اندلاع أعمال عنف وشغب في ربوع إيران رغم محاولات النظام أن تمرر عمليات الأعدام بسرية تامة مع إنكارها المستمر ليعلوا بعدها صوت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي رفضت تبريدات النظام وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التي أكدت رسمياً اختفاء أكثر من أربعة آلاف سجين بسمى حامد العربية